ترجمة نانسي قنقر بمشاركة وحضور عدد من قادة الدول والوزراء وكبار الشخصيات في عالم المال والأعمال إلى جانب العاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم لطرح أفكار وتعهدات تؤدي إلى تقديم مساعدات أكثر فعالية وخلال المنتدى قدم الدكتور مصطفى السيد ورقة مملكة البحرين حيث نقل للمنظمين تحيات وتقدير مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا معربا عن تقديره لتنظيم هذا المنتدى مما سيساهم في حفظ كرامة الإنسان للاجئين ودعم ضحايا الصراعات والحروب كما عرض الدكتور مصطفى السيد تجربة مملكة البحرين في تقديم المساعدات الإنسانية من خلال أسلوب إداري مهني علمي يحافظ على كرامة الإنسان للمحتاجين وتنفيذ المشاريع التنموية الإنسانية لهم برعاية جلالة الملك المفدى وبدعم من سمو رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة سمو ولي العهد والقيادة الشابة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأوضح الدكتور مصطفى السيد استراتيجية جلالة الملك المفدى ومبدأه الإنساني في أن رقي الدول لا يقاس بما تقدمه لمواطنها فقط وإنما أيضا بما تقدمه من مساعدات للمحتاجين والمتضررين خارج حدودها الجغرافية ومن هذا المنطلق فإن مملكة البحرين سباقة في مبادراتها الإنسانية وتوفير الدعم التنموي والإغاثي للدول والشعوب المنكوبة وبين سعادته الأسلوب الذي تنتهجه مملكة البحرين في أعمالها الإنسانية من خلال قوة الإبداع وسرعة التنفيذ والإشراف المباشر من قبل أبناء البلد في تنفيذ المشاريع الخارجية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واقترح الدكتور مصطفى السيد خلال كلمته الاهتمام بتثقيف الأطفال والطلاب في سن مبكرة لتشجيعهم على العمل التطوعي والإنساني وإدخال قيم المحبة والتسامح والاعتدال في قلوبهم وفاد الدكتور مصطفى السيد بأنه على مدى ثلاثة عوام ناقش مع كبار المسؤولين في المجال التربوي في مصر والأردن والإمارات والبحرين لإعداد كتاب يخلد العمل الإنساني ويحث على حفظ الكرامة الإنسانية للمحتاجين يتم اعتماده كمنهج دراسي يدرس للطلاب وقد أصبح هذا الكتاب جاهزا الآن وأن البحرين على استعداد لمشاركة هذا المنهج مع الآخرين وأكد الدكتور مصطفى السيد بأنه في الوقت نفسه فإن مملكة البحرين ملتزمة بوجودها المالي تجاه الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تنموية أخرى يستفيد منها اللاجئون والمتضررون في جميع الدول المنكوبة ما يميز الدعم البحريني هي الجودة وسرعة تنفيذ المشاريع فعلى سبيل المثال كانت البحرين أول دولة تبني أربعة مدارس كبيرة في مخيم الزعتري أنقذت جيلا من الضياع ووفرت فرص التعليم لهم بل الكثير من طلاب هذه المدارس يدرسون الآن في الجامعات العربية والأوروبية وفي غزة قامت البحرين بإنشاء مصنع للأطراف الصناعية ساهمت في مساعدة وإنقاذ آلاف الشباب والأطفال المتضررين من الحروب وفي الصومال كانت البحرين أول دولة تنفذ مشروعا تنمويا متعدد الطوابق من 22 عاما والمتمثل في بناء مستشفى وكلية للمعلمين وعند تضرر مناطق في باكستان نتيجة الفيضانات فقد ساهم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة شخصيا في توصيل المساعدات الإغاثية لباكستان كما قامت المؤسسة بإنشاء عشر محطات لتحلية المياه تعمل بالتناضح العكسي للقرى المتضررة من الفيضانات